إزاي تتصلم بأهلكم لو الكهرباء قطعت عليكم وانتم في الأسنسير تعال أقول لكم على خطوات هتخلي موبايلاتكم فيها شبكة على طول حتى لو الكهرباء قطعت عليكم وانتم في الأسنسير أو كنتم في مكان الإشارة فيه ضعيف والشرح بتاعنا هيكون للآيفون والأندرويد والعربي والإنجليزي فركزوا معنا ويلا بينا ندخل على الآيفون وأول حاجة هتروحوا على السيتنجز بعدها هتضغطوا على السيليولر وبعدين الأوبشنز وهنا هتلاقوا خيار فويس وداتا وبعدها هتلاقوا خيار اسمه 2G و3G اضغطوا عليه وبكده الشبكة هتظهر في موبايلاتكم ولو انتم أندرويد هتروحوا على السيتنجز بعدها هتخلوا على الكنيكشنز وتروحوا على موبايل نتوركس وتدخلوا على نتورك مود وهنا بقى تختاروا وتحاولوا الشبكة لل3G أو 2G وعلشان النبي عربي هنقول لكم الشرح بالعربي أول حاجة هتدخلوا على الإعدادات وبعدها الاتصالات وبعدين شبكات الموبايل وبعدين خيارات الشبكة وبعدين تدوسوا على 3G أو 2G وكده كونوا حاولتم شبكة الموبايل لوضع الاتصالات بتاع زمان زي الموبايل أبو زراير جربوا الطريقة دي واكتبونا اللي حصل معاكم في التعليقات وتابعونا على مباشر مصر